التعاون برضو في البيان أكدت على احترامها لكل الأندية ولنادي الزمالك والجمهور المصري بصورة خاصة هو تسبب أزمة يعني هو تسبب في أزمة واختبالك برضو في نفس الوضع رئيس نادي التعاون عايز يوري من الصفقة جاب مدرب باسم كبير بس دا جاء على حساب برضو يعني حتة فيها برضو ايه على علاقتنا مع الشعب السعودي يعني ما كانش وقتها خلص خصوصا كمان في الفترة الأخيرة الأمور الحمد لله بقت أفضل وبقت فيها علاقات أفضل فمش محتاجين لحيطة التوتر ديت هسلين فأما بصراحة يعني لأ موقف مش هقول إنه برضو عدم احترافية برضو من نادي التعاون بالتعامل بالشكل ده لأن خصوصا كمان نادي الزمالك من الأندية الكبيرة والشعبية كبيرة جدا في مصر وفي الوطن العربية كنت بتمنى إن الأزمة ما تبقاش بالشكل ده بس في الأول آخر هو الخاسر الوحيد كارترون مش مش نادي الزمالك عارف إن الأزمة في نادي الزمالك ممكن تكون موضوع صعب شوية نتيجة إن الوقت داية بس أنا هؤوصل حاجة للعيب نادي الزمالك المفهود إن دا يكون دافع ليه دافع دافع سيء إن البطولة دي يعني لازم تتجاب ده بجد حقيقي والله أنا واحد من الناس لو كنت موجود في نادي الزمالك ولعيب دي كانت أول حاجة بالنسبة لني رد على حتى على كارترون تعرف إن لعيب نادي الزمالك كانت عايزة تطلع بيان وكانت عايزة تعمل فيديو تهاجم في كارترون لكن إدارة نادي الزمالك رافضت تبدو حاجة كويسة آه ده حلوة عجبني الروح دي آه يعني وطلبوهم طبعا إن يبقى الرد زي يعني بودك كواليس يعني أنا بص أنا بكلم أنا بكلم يبقى بالنسبة لهم أنا بكلم معك لاعب كورة عاشها اللحظات دي أو عاشها دي المفروض إن يكون دافع لعبة نادي الزمالك والإدارة إن لازم بطولة أفريقا تيجي لإن الموقف اللي حصل ده موقف عارف اللي هو يعني اللي هو أنا يعني من غير نادي الزمالك ما فيش بطولة هتخش بالعكس لو هي تسبت النادي الزمالك أو النادي الآهلي هيفضل اسمه موجود سواء المدرب لإن هو اللي بيصنع اسم المدرب يبقى الزمالك مش هيتأثر من وجهة نظرك برحيل كرتينون بتمنى إن تكون موضوع يتقلب إجابة ما يتقلبش سلبي يبقى حافز يبقى حافز تأيو